اهلا بكم من جديد نتحول الى اللاذقية حيث اعلن الثوار عن اندلاع معارك عنيفة في محيط برج قروجة ومناطق عدة محيطة بقرية قروجة في جبل تركمان بريف اللاذقية الشمالي وقال فيلق الشام ان عددا من عناصر النظام والميليشيات العراقية قتلوا اثناء المعارك هناك حيث دمل الثوار الية عسكرية ومدفعا للنظام على جبهة رشا في محيط كنسبة في الاثناء فاد نشطون بسماع دوي خمسة انفجارات في مدينة اللاذقية دون معرفة اسبابها تستمر معارك الكر والفر في ريف اللاذقية حيث تمكن ثوار الساحل من استعادة السيطرة على قرية ارض الوطى في محيط بلدة كنسبة بجبل الاكراد بعد اشتباكات عنيفة جرت على ذاك المحور حيث سقط العديد من قوات النظام وميليشياته الشيعية قتل نتيجة تلك الاشتباكات للحديث اكثر حول معارك الكر والفر في ريف اللاذقية ينضم الي ابو خالد غندور القيادي في الفرقة الاولى الساحلية اخي يحدثني عن طبيعة المعارك في ريف اللاذقية الى اين وصلت الاشتباكات اخي الاشتباكات الان في محيط قرى ارض الوطى ومحيط كنسبة والحمرات والحمد لله الامور تحت السيطرة حتى الان نعم يعني لوحظ ان الثوار قد تمكنوا من تدمير عدد كبير من آليات قوات النظام وكما تمكنوا من قتل عدد من ميليشيات النظام وقواته المتواجدة في جبل الاكراد ما الذي يمنع الثوار من التثبيت على نقاطهم والسيطرة على النقاط التي خسروها اخي الان الثوار يعتمدوا على الخطة بالمعاركية معارك الكر والفر من شان انه تكون خسائرنا اقل من الامكان ونكبد العدو النظام اكبر عدد من الخسائر الخطة الان انه نفوت نقطحم نضرب نقتل العدد الممكن اعلان ندمر آليات العدو وننسحب منها لانه النظام عم يستخدم سياسة الارض المحروقة تدمير كل شي فيه بيكون عوش الارض من طائرات وعنقودة ومدفعية كل انواع عم ترميه لنا هيك نحن نتجنب حيال اي خسارة كانت بمعارك الكر والفر نضرب من انسحب فورا ابو خالد هل سينجح الثوار في حرب العصابات او سياسة الكماء في معاركه ان شاء الله اخي لحد الان حرب العصابات او حرب الكر والفر هي اكتر خطة ناجحة معنا لحد الان ان شاء الله وباذن الله نحن عم جهز لعمل كبير باذن الله يكون عمل شامل بكل الريف اللاذقية ونعيد السيطرة على كل شي خسرنا من النقاط وكله باذن الله رح يكون مثل ما كان قبل نعم اذا اعزائي المشاهدين تستمر الاشتباكات في ريف اللاذقية على عدد من المحاور ثوار الساحل يقومون بنصب الكماء في اغلب محاور ريف اللاذقية بجبليه جبل الاكراد وجبل التركمان محمد الاشقر اوريانت نيوز ريف اللاذقية يبقى معنا محمد الاشقر مراسل اوريانت نيوز من ريف اللاذقية محمد اهلا بك اولا من التطورات الجديدة في جبل التركمان مع اندلاع هذه المعارك العنيفة في محيط برج قروجة ومناطق عدة محيطة بها نعم راضيات طبعا ضمن سياسة الكر والفر وحرب العصابات والكماء التي يخوضها الثوار في ريف اللاذقية جرت اشتباكات عنيفة في محيط برج قروجة ومحيط برج البيضاء في جبل التركمان طبعا تمكن ثوار الساحل اليوم من قتل ما يقارب الخمس عناصر لميليشيا الاسد الطائفية في محيط برج قروجة طبعا اثنان منهم قتلوا قنسا وثلاث الآخرون قتلوا نتيجة الاشتباكات التي دارت في تلك المنطقة طبعا مدفعية السوار بدورها استهدفت تجمعات النظام وشبيحته وميليشياته الطائفية في برج قروجة بقبائف الهاون وصواريخ الكاتيوشة والرشاشات السقيلة المتمثلة برشاشات من عيار 23 ميلي وايضا من رشاشات من عيار 37 ميلي طبعا الامر هو ذاته في محيط برج البيضاء لكن محمد الأشقر وردنا أن الثوار سيطروا بالفعل على قرية قروجة هل ذلك صحيح؟ الكلا راضية طبعا التناقل منذ ليلة يوم أمس البعض خبر سيطرة الثوار على قرية قروجة في جبل التركمان طبعا الثوار لم يحاولوا التقدم عليها حتى يسيطروا عليها الذي جرى على هذا المحور أن الثوار نصبوا كمين ناجح في تلك المنطقة تمكنوا من خلال هذا الكمين من قتل خمسة عناصر تابعين لقوات النظام في تلك المنطقة إذن قرية قروجة وبرجها وجبل قروجة هي الآن تحت سيطرة قوات النظام وميليشياتها الطائفية التي تدعمه في ذاك المحور وهو الأمر ذاته أيضا في برج البيضاء في جبل التركمان نفذ الثوار كمين ناجح آخر في تلك المنطقة لم تردنا الإحصائية حتى اللحظة من الفصيل المنفذ لذاك الكمين أيضا تمكن الثوار من استهداف تجمعات النظام وميليشياتها الطائفية في برج البيضاء بالصواريخ الكاتيوشة وقذائف الهاون والرشاشات الثقيلة أما بالنسبة للمحاور المشتعلة في جبل الأكراد فقد دارت اشتباكات متقطعة في محيط بلدة كنسبة بجبل الأكراد عندما حاولت قوات النظام التقدم باتجاه نقاط أخرى تسيطر عليها كتائب الثوار وفصائل الثوار والمجاهدين في ريف اللاذقية طبعا إلى حد هذه اللحظة لم تتقدم قوات نظام الثوار محافظين على النقاط التي كانوا متمركزين بها مع تنفيذ بعض مع نصب بعض الكماء في ذاك المحور طبعا يوم أمس تمكن الثوار أيضا من تدمير عدد من آليات قوات النظام في بلدة كنسبة من خلال استهداف البلدة بقذائف الدبابة وأيضا استهداف آلية عسكرية متمثلة ببيك آب دفع رباع في بلدة كنسبة تم تدميرها بعد أن استهدفها الثوار بصاروخ تاو محمد ماذا عن مدينة الذي قيا محمد لو تطلعنا أيضا عن جديد للتطورات في المدينة هل عرفت طبيعتها؟ نعم راضية طبعا إلى حد هذه اللحظة لم تعرف طبيعة هذه الانفجارة نعم انفجارات هزت مدينة اللاذقية وأيضا انفجار ناتج وصفه بعض الناشطين بأنه ناتج عن سقوط صاروخ أرض أرض في منطقة سنوبر جبلة في محيط مدينة جبلة بريف اللاذقية طبعا إلى حد هذه اللحظة لم تعرف طبيعة هذه الانفجارات ولكن نحن من ريف اللاذقية نؤكد أنه لا يوجد أي صاروخ جراد قد أطلق باتجاه مدينة اللاذقية طبعا الفرقة الثانية الساحلية استهدفت ضاحية مستودعات الذخيرة في ضواحي مدينة اللاذقية بقذائف من عيار 130 ميلي ولكن بحسب الناشطين الانفجارات التي هزت مدينة اللاذقية هي هزت حدثت داخل المدينة ونحن من ريف اللاذقية لن نشاهد أي صاروخ أو أي قذيفة صاروخية انطلقت من ريف اللاذقية باتجاه المدينة طبعا إلى حد هذه اللحظة كما ذكرت لك طبيعة الانفجارات ما زالت مجلة حتى اللحظة سمحت لي أن أتحدث قليلا عن غارات محمد الأشقر في ظل هذه التطورات في ظل هذا التقدم وهذه التطورات الميدانية المتسارعة في ريف اللاذقية حدثنا عن جهوزية الثوار ذخيرته استعداداتها العسكرية وتجهيزاته لمواجهة قوات النظام على هذه الجبهات هناك في اللاذقية نعم راضية طبعا ما نراه في عيوننا نحن وجميع المدنيين وجميع الناشطين أن جهزية الثوار هي جيدة نوعا ما توجد لديهم كم من الذخائر بحسب بعض القادة العسكريون سألناهم نحن عن هذا السؤال وعجابوا بأنهم يمتلكون ما يكفي من الذخيرة ولكن العائق الوحيد أمام تقدمهم واستعادة السيطرة على النقاط والتثبيت في النقاط التي يتقدمون عليها هو طيران العدوان الروسي وراجمات صواريخه والقنابل العنقودية المحرمة دوليا طبعا جميعنا رأى أن نظام الأسد وحليفه الروسي يتبعون سياسة الأرض المحروقة في ريف اللاذقية سبق وأن اتبعوا هذه السياسة في مصيف سلمة بعد ما يقارب الثلاثة أشهر أو الثلاثة وتسعين يوما من الاشتباكات في محيط مصيف سلمة بعد أن تمكنت قوات النظام من تدميره بشكل كامل لهذا المصيف نتيجة غارات العدوان الروسي المكثفة وراجمات صواريخ تمكنوا من دخول هذا المصيف والأمر ذاته بالنسبة لناحية ربيعة في جبل التركمان وأخيرا في بلدة كنسبا بجبل الأكراد إذن العدوان الروسي يتبع سياسة الأرض المحروقة سواء بتكثيف غارات طيرانه الحربي المتطور والحديث أو حتى من خلال استهداف قرى وبلدات ريف اللاذقية براجمات الصواريخ المتطورة والحديثة وحتى بتكثيف استهداف هذا الريف بالقنابل العنقودية المحرمة دوليا وحتى البوارج الحربية لم تتوقف عن استهداف مناطق ريف اللاذقية حتى الحدودية منها بالصواريخ الباليستية طبعا تحدثنا كثيرا حول هذا الموضوع وجميع القادة العسكريون قالوا أنهم جاهزون على أتم الجاهزية طبعا وصلت مؤازرات من مدينة إدلب من الفصائل المقاتلة في إدلب المتمثلة بالفصائل الإسلامية كحركة أحرار الشام وفيلق الشام وأيضا جبهة النصرة وأيضا بالإضافة لفصائل الجيش السوري الحر يعني عدا عن فصائل الساحل التي رفعت الجاهزية وأعلنت النفير العامة منذ بداية هذا العدوان على ريف اللاذقية ولكن كما ذكرت لك سياسة الأرض المحروقة تمنع الثوار من التثبيت في نقاطهم ولكن إلى حد هذه اللحظة سياسة الكماء وحرب العصابات يبدو أنها قد آتت أكلها حتى اللحظة نتيجة ارتفاع عدد قتل قوات النظام وانخفاض قتل الثوار من خلال هذه السياسة طبعا راضية يعني اليوم خفى نوعا ما طيران العدوان الروسي خفت غارات العدوان الروسي على ريف اللاذقية اليوم يعني حوالي الغارتين أو ثلاث غارات نفذها طيران العدوان الروسي في محيط قرية القروجة التي تدور فيها اشتباكات في حين استكثفت مدفعية العدوان الروسي وراجمات صواريخه من قصفها لقرى وبلدات ريف اللاذقية خصوصا الطرقات الواصلة بين جبلي الأكراد والتركمان وحتى بين جبل التركمان وريف جسر الشغور الغربي المتمثل بقريتي بداما والناجية نشكرك جزيلا على هذه المعلومات محمد الأشقر مراسل أوريانت نيوز من ريف اللاذقية لليوم السادسي على التوالي يستمر الثوار بمعركتهم وإن عدتم عدنا للسيطرة على نقاط في المثلث الاستراتيجي في درعة القنيطرة وريف دمشق فيما تحاول قوات النظام منع تقدمهم عبر تقصفها مواقع للثوار بصواريخ أرض أرض تظهر للمرة الأولى في المنطقة الجنوبية المزيد في سياق التقرير التالي نارية غير مسبوقة تستعملها قوات النظام لصد اقتحام الثوار على نقاط مثلث الموت الاستراتيجية وظهور لأسلحة لم تستعمل قبل التدخل الروسي المباشر في معارك الجنوب السوري كهذا الصاروخ الذي تعتقد غرفة عمليات وإن عدتم عدنا أنه روسي معنا القائد الميداني في ألويات فرقان أبو قصي أبو قصي هل حدثتنا عن حجم الكثافة النارية التي تستعملها قوات النظام ضدكم في هذه المعركة؟ بالنسبة للغزارة النارية أول مرة بيصير كثافة نارية بهذا الشكل هذا شكل مو طبيعي كثافة نارية من أكثر من عدة مواقع أكثر من 12 موقع كان يقصف على نخط الرباط اللي كنا مرابطي علي خط النار ما هو تفسيركم لهذه الكثافة النارية في هذه المعركة تحديدا؟ الأهمية الاستراتيجية للنقطة المرابطين عليها وإن شاء الله كنا عن الشغل تبعنا عليها ما هي هذه النقاط وما هي الأهمية الاستراتيجية لها؟ نقطة تل جرين الرابطة بين 3 محافظات بين القنيطرة والريف دمشق ودرعة النقطة لها أهمية كبيرة ستكون إن شاء الله مفتاح دمشق هل ستستمرون في المعركة رغم هذه الكثافة النارية التي تستعملها قوات النظام ضدكم؟ بالرغم من هذا اليوم اللي سارس على التوالي نحن مستمرين بإذن الله وما عنا تراجع على الخلف أبدا أبو قصي تحدثنا عن الكثافة النارية من الأسلحة الأرضية هل هناك استعمال للطائرات الروسية أيضا في هذه المعركة؟ هي للطائرات لا تتحدث ولا حرج عندك هالصاروخ هذا أكبر مثال للأسلحة الجليدة التي استخدمها النظام أول مرة نرى صواريخ تنضرب على المجاهدين بأرض الرباط أبو قصي القائد الميداني في ألوية الفرقان شكرا لك إذن كما حدثنا أبو قصي كثافة نارية هائلة تستعملها قوات النظام ضد الثوار في هذه المعركة فيما يؤكد الثوار على استمرارهم في هذه المعركة حتى تحقيق أهدافها بشر أحمد أورينت نيوز ريف القنيطرة إذن بشر أحمد مراسل أورينت نيوز مري في درعة معنا مباشرة الآن بشر أهلا بك ما هي حضوظ الثوار في السيطرة على نقاط في درعة لقنيطرة وريف دمشق وما حجم الغارات الروسية وغارات النظام التي تحاول عرقلت هذا التقدم نعم رضي حقيقة هدوء نصبي نصبي تشهده جبهات درعة ومناطق درعة المحررة خلال 48 ساعة الماضية لكن تخريقه بعض الاشتباكات في منطقة مثلث الموت الثوار يقولون بأن المعركة مستمرة على تل برين وتل عيون علق وغيرها من النقاط الاستراتيجية في مثلث الموت لكن حقيقة هناك هدوء نسبة المعرك ليست على شدها في هذه المنطقة إلا أنها تتمتع بالاستمرارية المعرك في هذه المنطقة لأن التراجع في هذه المنطقة يعني أن قوات النظام ستتقدم بالتالي المعركة هي معركة دفاعية وهجومية فيها بالعودة للتقرير الصاروخ حقيقة ما شاهدناه في التقرير هو المحرك الصاروخي فقط محرك الصاروخ وليس الصاروخ كاملا يعني ما زال هناك الحشوة الدافعة والرأس المتفجر لهذا الصاروخ بالتالي يمكننا أن نتخيل الحجم الكبير لهذا الصاروخ وحجم الدمار الذي يحدثه وحجم الانفجار الذي يحدثه عشرات الصواريخ من هذا الطراز أطلقتها قوات النظام على مواقع الثوار في منطقة مثلث الموت بالعودة قليلا إلى الخلف أيضا في معركة اعتمان على سبيل المثال استعملت قوات النظام صواريخ أرض أرض أطلقت من السويدة وأحدثت فارقا حقيقة معركة اعتمان بالتالي قوات النظام باتت تعتمد على الغزارة النارية في معاركها في جنوب السوري طبعا يضاف إلى صواريخ الأرض أرض مئات الغارة الروسية وألاف القدائف المدفعية والصاروخية هذه الرمايات حقيقة باتت تحدث فرقا في المعركة يعني النظام يستعمل سياسة الأرض المحروقة سواء في الدفاع أو الهجوم في هذا بالتزامن مع التقنين والشح الذي تفرضه الدول الداعمة على السلاح النوعي الذي يرسل للجبهة الجنوبية بالنسبة لباقي المناطق في درعة هل هناك تحرك عسكري بالنسبة لقوات النظام على قرى وبلدات في المناطق الأخرى ربما لتقدم أكثر في الفترة الأخيرة لا حقيقة خلال 48 ساعة الماضية يعني اليوم صباحا حدثت بعض الاشتباكات على محورة الحمد الواقع إلى الغرب من مدينة الشيخ مسكين حاولت قوات النظام أن تتقدم باتجاه أو تتسلل وليس تتقدم إلى هذا التل الاستراتيجي والذي ما زال في قبضة الثوار لكن الثوار المرابطين في هذا التل استطاعوا صد محاولة النظام في التسلل وما زالوا مرابطين في هذا التل هذا التل طبعا يعتبر نقطة هامة جدا بالنسبة لمدينة الشيخ مسكين سواء كان إن أراد الثوار إعادة تحرير المدينة والهجوم عليها فهو نقطة هجوم ممتازة أو إن أرادوا الدفاع عن منطقة أبطع أو نوى في حال قررت قوات النظام الهجوم على إحدى هاتين بلدتين هناك أنباء عن إنذار النظام لبلدة مليحة العطش بإخلائها يعني كيف تبدو الأصداء من هناك؟ نعم بدأ الكلام عن هذا الموضوع منذ أسبوع تقريبا أنذر النظام أهالي بلدة مليحة العطش بالخروج خلال ثلاثة أيام من القرية لأنه سيقوم باقتحامها أو تسليم القرية بدون معركة تسليم القرية وضمنها إلى إزرع طبعا القرية تقع إلى الشرق من مدينة إزرع تماما وهي واقعة على خط جبهة ومنطقة أسكرية لقوات النوان بالتالي أهالي البلدة قاموا بالنزوح من البلدة ودخلها الثوار وعززوا نقاط الرباط فيها لأن معركة مليحة العطش ليست معركة مليحة العطش فحسب بل هي معركة منطقة بأكمالها سيطرة قوات النظام على مليحة العطش يعني قطع طريق بصر الحرير واللجاة شمالا وفصلها تماما عن مناطق ريف درعاء الشرقي بالتالي أثوار عززوا نقاط رباطهم واستدعوا تعزيزات من مناطق أخرى إلى هذه المنطقة لشعل محاولة قوات النظام في التقدم في حال فكرت بذلك شكرا جزيلا لك بشر أحمد مراسل أورينت نيوز من ريف درعاء في ريف دمشق أعلنت جبهة النصرى مقتل عدة عناصر من مليشيا حزب الله اللبناني إضافة لتدمير عربة مدرعة إثر محاولة تسلل الأخيرة إلى جرود فليطة في القلمون الغربي أما في مدينة دارية بريفي دمشق الغربي فدمرت ثوار كاسحة ألغام مصفحة لقوة النظام وقتلوا عددا من عناصره في الشباكات عنيفة على الجبهة الجنوبية للمدينة إلى ذلك أفاد الهلال الأحمر السوري أن فرقا تابعة له بالتعاون مع الأمم المتحدة توجهت ليلا إلى مدينة معظمية الشام غربي دمشق ضمن قفلة مساعدات مكونة من خمس وخمسين شاحنة في الأثناء السشيد طفل وسيدة في معظمية الشام جراء الجوع ونقص التغذية بفعل الحصار المتواصل من قبل قوات النظام وعرضت تنسيقية المعظمية مقطعا مصورا للشهيد الطفل خالد فضل الله وتظهر عليه آثار الهزال الشديد بفعل الجوع ونقص التغذية نراهز غياب الكامل من مسيح الشحمي وبدأ الهلال بالكتلة العضلية وحاليا على التنفس الاصطناعي طفل عمره خمس سنوات يعاني من سوق تغذية شديد بسبب نقص الوارد وصل فيه حالة إلى مرحلة شديدة إلى حالة صدمة وصل إلى المشفى أصدر مجلس محافظة ريف دمشق الحر بيانا ناشد من خلاله المنظمات والمؤسسات الطبية والإنسانية تقديم الدعم العاجل لمشفى المرج في الغوطة الشرقية مشيرا إلى أن المشفى الذي يخدم خمسة وخمسين ألف نسمة بينهم مهجرون ونازحون خرج كليا عن الخدمة بعد تعرضه قبل أيام لقصف جوي روسي مباشرة وعدة براميل متفجرة من قبل طائرات النظام ما أدى لتدمير أجزاء واسعة من المشفى وبنيتها التحتية إضافة لإصابة العديد من كوادره الطبية بجرعه معنا محمد عبد الرحمن مراسل أوريانت نيوز مري في دمشق محمد أهلا بك أطلعنا عن جديد التطورات في دمشق خاصة فيما يتعلق بحجم المساعدات التي وصلت لمعظمية حتى الآن نعم راضية مساء الخير مساء الخير لأسادة المشاهدين بالفعل طبعا قبل أن أتحدث عن موضوع المساعدات نعم تفضل محمد الأهالي ينتظرون هذه القوافل التي تلقوا وعود بأنها سوف تدخل طبعا أمس كان من المفترض أن تدخل المساعدات إلى الغوطة الشرطية ولكن بحسب الاتصالات التي أجريناها مع الموظفين في الأمم المتحدة أن هناك بعض العرقلات التي وضعتها قوات النظام قوات النظام تحاول منع إدخال أي أنواع من الأدوية وأن تقتصر فقط المواد على مواد غذائية فقط طبعا بالعموم موضوع مساعدات المعظمية كانت قد وصلت إلى مدخل المعظمية أو الحاجز الأول الذي يدخل عن طريقه هذه الشاحنات في حالي الساعة السابع مساء ولكن تمت الشاحنات متوقفة حتى منذ قليل لم يصلنا خبر عن دخول السيارات حتى هذه اللحظة يصل عدد السيارات بحسب بعض الأهالي إلى ما يزيد عن خمسين شاحنة من المساعدات الدولية التي من الممكن أن تدخل ولكن هناك منع من قوات النظام لدخول هذه السيارات إلى داخل مدينة المعظمية طيب محمد ماذا عن الاشتباكات في جرود فليطة أعطينا ولو لمحة سريعة عن سير الاشتباكات في جرود فليطة والتطورات في دارية كيف تجري الأمور هناك حتى الآن نعم راضي طبعا بالعموم موضوع الشباكات في القلمون الغربي وحتى الشرقية قليلة نوعا ما ولكن أمس تجددت بأطراف بلدة فليطة عندما حاولت ميليشيا حزب الله التقدم نحو نقاط تابعة لجبهة النصرة طبعا اندلعت الشباكات تم تدمير رشاش كانت ميليشيات الحزب تحاول أن تتقدم باتجاه نقاط جبهة النصرة ولكن بحسب المعلومات قتل عدد من الميليشيات الشيعية دون أن تتقدم إلى تلك النقاط في مدينة دارية كما وصلت الأخبار منذ دقائق تم إعطاب كاسحة لقوات النظام كانت تحاول أن تتقدم من الجهة الجنوبية الغربية طبعا بالعموم الاشتباكات متواصلة قوات النظام تحاول إرسال تعزيزات عسكرية من جهة صحناية باتجاه مدينة دارية طبعا للأسف الوضع الإنساني سيء جدا داخل المدينة بالإضافة إلى الحملة التي تشنها قوات النظام اليوم ما يزيد عن ست صواريخ أرض أرض بالإضافة إلى أكثر من عشر براميل تساقطت على المدينة كان الأهل قد أرسلوا أو حاولوا أن يقوم بموضوع أن يتحدث عن وجود مدنيين داخل المدينة ولكن هناك تعتيم عن هذا الموضوع القوات النظام لا تبالي بأي مدنيين أو أي أحد يتوجد داخل المدينة يعني بالفعل الوضع كارثي جدا عندما نتكلم عن ثمانية ألاف وثلاثمائة مدني متواجدين داخل مدينة دارية إذن هذا عن دارية الغوطة الشرقية كيف تتطور الأحداث هناك؟ عموماً رضي الغوطة الشرقي الطيران الروسي يعني يغيب اليوم عن سماء المنطقة في ظل الحديث عن موضوع التهديئة قد يحدث ولكن الشباكات لازلت متواصلة على جبهات المرج قوات النظام يعني مذو ساعة الصباح تحاول أن تشن هجوم واسع على محور الفضائية في منطقة المنطقة المحيطة لمطار مرج السلطان العسكري طبعاً لم تصل أي حصيلة عن تدمير أي عربات لقوات النظام أو أي خسائر ولكن بالعموم يعني الحملة عنيفة جداً وهناك تخوف كبير من أن تصل قوات النظام لتلت فرزات الاستراتيجية وبالتالي سوف يكون الوضع مأساوي بالنسبة للمزارعين الموجودين في تلك المناطق لأن قوات النظام سوف تكشف مناطق واسعة من الأراضي الزراعية وبالتالي سوف يكون وباء عليهم وعلى الأهل الموجودين في تلك المنطقة شكراً جزيلاً لك محمد عبد الرحمن مراسل أورينت نيوز مري في دمشق يعاني ألف نازحين عند معبر باب السلامة الحدودية أوضاعاً إنسانية صعبة دون الالتفات لمحنتهم من قبل المجتمع الدولي الانتظار هي المفردة البارزة في قاموس اللجوء السوري انتظار حتى سقوط النظام انتظار حتى يعودوا لبلداتهم انتظار عند الحدود آلاف من أبناء رفي حلب الشمالي في العراء عند الحدود السورية بانتظار السماح لهم الدخول إلى تركيا ينتظرون هناك عند باب السلامة باب يره الفرون من القصف الروسي لا سلمة فيه حتى اللحظة وربما تأتون للعزائبنا وإن لله وإن إليه رجعون يقولوا اللشئون ما بحث سلنا فرج الله علينا غير هيك ما ضم ما سلنا فرج الله علينا يا أما برحمنا رب العالمين يا أما دوروا الفتحة على روحنا كل شيء يسمعنا هنالشوني يقضوا الفتحة على روحنا ويقولوا الله الله يرحمهم بضع خيام في ظل البرد والمطر وسوء الأحوال الجوية لن تكفي حتما لألاف النازحين سيكون الموت مطاردا لهم حتى بعد نجاتهم من قصف الروسي لا يبقي ولا يذر لن يطالب بلعبة تناسب براءة طفولتهم لن يطالب بلعبة تناسب براءة طفولتهم فقط سواء إنقذه من محنته الإنسانية فقط أن يدخل لمكان فيه الأمان والسلامة عبر باب السلامة نحن من مدينة الرفعات جينا الجيش كان عم اختحم علينا طلعنا الساعة 12 في الليل على كفر كلبين والتاني هار جينا على المعبر على باب السلامة بعدين أخذونا برقونا بهناجير كل هنجار فيه شاءة 98 شخص العالم باركي فوق بعضه كلها أطفال وولاد فيه ناس عم تموت من البرد تقول الحكمة الصينية إن الصورة تغني عن عشرة آلاف كلمة فالصمت في حضرة صورة الخيامة تنبيئك بكارثة إنسانية لا سابقة لها إذن لا تعليق أسان حميد أورينت نيوز ختام جولتنا الميدانية لهذا اليوم إليكم تذكيرا بعنوينها تنظيم الدولة يسيطر على بلدة خناصر الاستراتيجية وكتيبة الدفاع الجوي في ريف حلب الجنوبي الشرقي أنباء متضاربة حول استعادة تنظيم الدولة مدينة الشداد بريف الحسكة وقوات سوريا الديمقراطية تنفي قتل لحزب الله في معارك أو معارك مع جبهة النصرة بجرود فليطة في ريف دمشق الغربي تابعونا دائما على موقعنا الإلكتروني أورينت داش نيوز دوف نت إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر